الجزء الأخير لأنني ذكرت التطبيع نحن لن نطبع مع عدائنا العلاقات بين النظام وتركيا تتصدر المشهد السياسي هذه الأيام فمن تسريبات بعقد لقاء أمني بين الطرفين في حميميم والنفي الذي تلاه من جانب النظام إلى تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يدعو فيها النظام للاستفادة من حالة الهدوء الراهنة وعدم وجود اشتباكات لحل المشكلات الدستورية وتحقيق السلام مع معارضيه تصريحات فيدان التي جاءت عبر قناة تركية محلية أشارت بوضوح إلى الجزئية الأهم التي تشغل أنقرة من الملف السوري حاليا ألا وهي التهديدات على حدودها الجنوبية حيث دعت إلى توحد النظام والمعارضة لمكافحة الإرهاب وبالأخص تهديدات حزب العمال الكردستاني بحسب وصف فيدان كما دعت حلف الناتو إلى استيعاب هذه المخاوف ورغم أولوية تأمين الحدود الجنوبية عند أنقرة فإنه ليس الملف الوحيد الذي يشغلها فلطالما تذمرت من ملف اللاجئين السوريين خصوصا في السنوات الأخيرة ملف لا توفر أنقرة فرصة للشكوة منه حتى بات عنصرا أساسيا في الحديث عن أي تقارب مع النظام ولم يغب عن تصريحات الوزير التركي الذي دعا النظام إلى توفير الظروف لعودة الملايين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم التصريحات التركية الجديدة وما سبقتها من تسريبات بشأن لقاء حميميم تبقي التساؤلات قائمة عن مستقبل علاقة شائكة بين الجانبين في ملف تعقدت ظروفه وتعددت أطرافه ولم يعد للسوريين فيه الدور الأبرز